على صفيح ساخن تعيش العاصمة المؤقتة عدن هذا الصيب وبين غياب الخدمات كالكهرباء والمياه يبرز أيضا غياب الجانب الأمني أكثر ما يقض مضاجع المواطنين في ظل غياب دور السلطة التي تعاني هي الأخرى من حرب خفية وتجاذبات بين مختلف القوى المتمثلة بما يسمى الحزام الأمني وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الشرعية من يحكم عدن؟ سؤال يحتاج للعديد من التفسيرات قبل الإجابات يقول الناس خصوصا بعد عامين من التحرير فمن يربي شهيته للسلطة هو من يريد تصدير هذه الصورة وأن تظل عدن مستباحة في خصوصيتها الإنسانية والقانونية قبل أي شيء آخر من المشهد الأخير نبدأ حيث نددت الحكومة بجريمة قتل مدير فرع البنك الأهلي وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة القفض على الجنة بينما يقول محافظ عدن عبد العزيز المفلحي أن الأياد الآثمة التي نفذت الهجوم المسلح على فرع البنك لن تنجو بفعلتها هذا الرجل الواصل توى إلى مقعد السلطة الأول في المحافظة يواجه تحديات متعددة على الرغم من محاولته تطبيع الأوضاع وتنفيذ زيارات لبعض المديريات وبينما كان المفلح ينفذ زيارته الأولى إلى مديرية المنصورة كان قطاع الطرق وسراق الحياة يغيرون على خزانة البنك بمنفي وعندما فشلوا بفتح الخزانة فتحوا رأس مدير الفرع عبد الله سالم النقيب بطلقة رصاص ليفارق الحياة بعد ساعات من إصابته هذه المشاهد من جريمة السطو المسلح للمصرف الأهلي لن تكون الأخيرة لطالما والعمل مستمر على تدمير سمعة التسامح والسلام لمدينة لم تعرف يوما إلا بهذه القيم أخفقت مهمة السرقة إذن لكن صورة واحدة ستبقى عالقة في الأذهان بعد أن نشرت إدارة البنك تسجيلات مصورة التقطت من كاميرا مراقبة يظهر فيها عناصر بلباس عسكري وبزات واقية من الرصاص ليس بالفارق الزمني الذي لم يكن بعيدا تقع المقارنة وإنما بالأفعال التي تتوارد خلال أقصر الأيام وجعا على عدن وإن تعددت المشاهد وتنوعت ساحات الجريمة تبقى عدن في عين العصابات المسلحة فأصحاب أصوات ضعف الدولة وهشاشة حضورها قد لا يكونون أيضا بعيدين عن التورط بارتكاب مثل هذه الفضاعات لكن في المقابل يذهب كثيرون منهم إلى أن شرعية لا تحمي عاصمتها ولا تحتمي بها ولا تؤمن مدينة واحدة حررتها لا تستحق أن تبقى ترجمة نانسي قنقر